قد جاء في السنن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا أفطر قال ذهب الضمى و ابتلت العروق و ثبت الأجر إن شاء الله ذهب الضمى و ابتلت العروق و ثبت الأجر إن شاء الله وجاء في رواية أخرى اللهم لك صمت و على رزقك أفطرت ذهب الضمى و ابتلت العروق و ثبت الأجر إن شاء الله و صدر هذا الحديث ضعيف يعني اللهم لك صمت و على رزقك أفطرت هذه اللفظة ضعيفة أما الصحيح ذهب الضمى و ابتلت العروق و ثبت الأجر إن شاء الله طيب متى يقول الإنسان هذا الدعاء يقوله بعدما يطعم يأكل التمر و يشرب الماء أو يأكل الأكل هنا يقول هذا الدعاء لماذا لأن النبي عليه الصلاة والله قال ذهب الضمى فإذا أكل الإنسان فإذا قال الإنسان هذا الدعاء قبل الأكل والشرب ما ناسب المعنى ذهب الضمى و ابتلت العروق و ثبت الأجر إن شاء الله يذهب الضمى و تبتل العروق بعد الأكل والشرب فيأكل و يشرب ثم يقول ذهب الضمى و ابتلت العروق و ثبت الأجر إن شاء الله هذا هو مكان مناسبة الدعاء بارك الله فيك